أسطورتنا المصرية محمد صلاح النهاردة قال في تصريحات ليه أنه بيشعر بالارتياح بعد ما مد عقده مع ليفربول وأنه أراد البقاء فيه صفوف الردز وفي المدينة اللي هو بيحبها وعن بداية ليفربول في الدولة الإنجليزية بالتعادل مع فولهم وكريستاب بلس صلاح قال بالنسبة لي المواجهة الأولى كانت ضد فولهم في أن المنافس لعب بطريقة جيدة ونحن لم نكن جاهزين بنسبة 100% لكن الموسم ابتدى للتو ومش هيحصل أبدا أنه نخسر في المباريات اللي جاية وقال ما ينفعش الوقت أن نحكم عن أنفسنا من خلال أول مباراتين هنحاول ونكتعد في المباريات المقبلة تحدث عن منافسات كأس العالم 2022 وقال حزين بالطبع أني مش هشارك في البطولة لكن من الممكن أن يكون متواجد وهكون سعيد جدا وهي البطولة تقام في دولة عربية وتمنى أن المنتخبات العربية تقدم أفضل ما لديها في هذه البطولة تصرحات موزونة من لاعب كبير من اسم كبير